تغنيني بسؤالتش أكثر منه لأن أنت قلنا نقول لامسة هذه الوضعية ومعنية أكثر بهذا الموضوع يعني شن اليوم وضع ذوي الاحتياجات الخاصة الأساسية شون شفت الاستجابة من قبل لهيئة الإعاقة والدولة بشكل عام من مطالب هذه الشريحة تحديدا في البداية أحب أشكركم وأشكر قناتكم وأهني الأشخاص ذوي الإعاقة بناسبة يومهم العالمي وأقولهم كل عام وأنت بخير فبصراحة أنت سألتني على مود الاستجابات صراحة أحنا ما شفنا أي استجابة لأن بصراحة أحنا نفتقر هذا الشي أحنا في البلد أحنا أربع ملايين معاق أحنا بلد منتج للإعاقة هذا عدد مو بشي سهل فنتمنى نتمنى من هيئة دوي الإعاقة أنه توفر ولو الشي البسيط الشي البسيط وطبعا مدام النائب أسعد يومكم طبعا الرحب بيوم نقول مساء الخير فيعني نتمنى أنه يسمعون للمعاقين للأشخاص ذوي الإعاقة ورح يرد عليك بنقطة أترك الإجابة إلى بلد منتج للإعاقة أي أحنا أنا أقولها لأن أحنا أربع ملايين معاق مو رقم سهل هذا فأحنا كل سنة تزيد أعداد المعاقين بصراحة فنتمنى ولو الشي البسيط الشي البسيط أنه يتحقق لذوي الإعاقة أبسط شيء أبسط شيء أحنا هسا الرواتب رواتب الرعاية الاجتماعية أنه من يجي يطلعون كشف إذا يدخل على بيت معاق يلقى عنده تلفزيون أو مبردة ما يشمله بالراتب هذا شيء مو صحيح هذا شيء مو صحيح لأن المعاق هذا حقه هذا حقه وشيء يعني هذا أبسط حقه يعني التقييم على التلفزيون وعلى المبردة وعلى ستلاك هذا التقييم للمعاق بالرغم أنه هي التسعين ألف دينار ترى شو تريد تسوي صح لو لا يعني ما تسوي شيء بس كمعاق يعني أنت من بالبداية أستاذ رايد من قلت قلت أنه الشخص العائلة إذا عدها شخص معاق راح قاموا يشيلون هم هذا يعني مثل ما يقولون عالة راح يصير على العائلة بس هذا الشيء نتمنى نتمنى أنه يتحققوا له الشيء البسيط يعني والله أكثر من مرة أنا رحت للرعاية الاجتماعية عائلة وحدة عدها أربع معاقين ما حسبوا له راتب ليش؟ ما حسبوا يعني هاي يروح له يلقى عنده تلفزيون مثل ما قلت لك له مبردة بس هذا يعني مو قانون هذا مو قانون المعاق يعني المعاق هو يعني هست تلاحظ المعاقين أكثر المعاقين أنه هم مبدعين إذا كان دكتور وإذا كان مهندس وإذا كان يعني فهذا اللي أتمنى يعني أنه لي نظرون للمعاق أنه هو يعني فتشيء عالى على المجتمع ترجمة نانسي قنقر